مرحبا مساء الخير لكم جميعا في عنا في البداية النتائج الأولية لانتخابات مقاطعتين زاكسن وتورينغن في مقاطعة زاكسن فاز حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بالمركز الأول يليه حزب البديل في المركز الثاني وإليكم نتائج بقية الأحزاب في المقاطعة وفي مقاطعة تورينغن فاز حزب البديل من أجل ألمانيا بالمركز الأول يليه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في المركز الثاني وإليكم نتائج بقية الأحزاب في المقاطعة مع العلم بينه باستطلاع رأي حديث شارك فيه أكتر من ألف شخص من أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في المقاطعات الشرقية فتبين بينه حوالي نصف هدول العضاء ما عندهم مشكلة بالتعاون مع حزب البديل لتشكيل حكومة ولكن قيادة الحزب زعيم الحزب فغيدري شميتس يرفض التعاون مع البديل بحسب تصريحاته الأخيرة ننتقل خبرنا الثاني بفيديو اليوم بحسب ما نشر الأهلام الرسمي وقع اشتباك عنيف بين الضيوف في احتفال عائلي مساء يوم السبت في مدينة فوباتال في مشهد همجي جديد بألمانيا خرج حوالي ستون ضيفا من ضيوف الحفل للشارع وضربوا بعضهم البعض فبلشوا يشرفوا على بعض الكاسات اللي كانت موجودة بالاحتفال وبلشوا كمان يشرفوا على بعض القارورات الزجاجية تم تنبيه الشرطة فحضرت الشرطة فحاولت فض النزاع بالطرق السلمية ولكن لم تنجح بذلك فبالتالي اضطرت الشرطة لاستخدام الهراوات وأجهزة السعق لحتى تنهي هذا الشجار ولكن بعض ضيوف الحفل الأفغان بدأوا بمهاجمة الشرطة وفي واحد منهم كمان سحب سكين مطبخ على الشرطة فتعرض خمسة من رجال الشرطة لجروح طفيفة ولكن تمكنت الشرطة في النهاية من السيطرة على الوضع قامت الشرطة باحتجاز ثلاثة مواطنين أفغان تتراوح أعمارهم بين 22 و24 عاما وتم تسجيل بيانات الهوية لحوالي 40 شخصا ننتقل الخبرنا الثالث بفيديو اليوم بحسب ما نشرت صحيفة شبيجل فحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عبيضغط على وزارة الداخلية عبيضغط على وزيرة الداخلية نانسي فيزة لحتى تقوم بالمزيد من عمليات الترحيل لحتى تستمر بعمليات الترحيل فحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عبيلا للوزيرة بأن عملية الترحيل واحدة غير كافية فحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عبيحس الوزيرة للقيام بالمزيد من عمليات الترحيل فعبيلا للوزيرة بأن الأسبوع المقبل لازم تأقلع طائرة الترحيل الثانية لأفغانستان فعبيضغط بهذا الاتجاه بأن عمليات الترحيل لازم ما تتوقف أبدا وخاصة أنه لا يزال هناك العديد من مرتكبي جرائم والخطرين والمختصبين موجودين بألمانيا فبالتالي لازم ما تتوقف عمليات الترحيل لأفغانستان وحتى كمان تبدأ عمليات ترحيل السوريين كان معكم الهام بوزان تبوا بخير صحة وسلامة تحياتي لكم جميعا وشكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء كان معكم الهام بوزان تبوا بخير صحة وسلامة تحياتي لكم جميعا وشكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء